وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين وسحب القوات العسكرية 15 كم من مواقعها الحالية وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الثكانات العسكرية هو أبرز ما جاء في الاتفاق الموقع بين المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة المفوض من أعيان ترهونة بشأن المواجهات التي دارت الأيام الماضية جنوبية العاصمة ضبط النفس والابتعاد عن تأجيج روح العداء والكراهية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويعلن الطرفان تبرؤهما التام من كافة المجرمين ويؤكدون على رفع الغطاء الاجتماعي عنهم وعادة مساندتهم الأسكرية بدوره قال عضو المجلس الاجتماعي ورفلة محمد شفتر إنهم سيشرفون على تطبيق الاتفاق بالتنسيق مع اللجان الأمنية وأكد شفتر أن تطبيق الاتفاق ينتظر إجراءات شكلية تتعلق بتوقيع أعيان ترهونة عليه لتفعيله نحن سنراقب وسنكون شاهد وسنكون رعيين لتنفيذ هذا الجانب نحن نطق في مشايخنا وعقلانا وحكماء المنطقتين وعيانهم بأنهم سيكونوا أكبر ضاما لتنفيذ هذه العملية وفعلا حقيقة موضوع المهاجري موضوع شايك لأنه فيه جبر ضرر في عودة الناس إلى بيوتهم لأنه ليس من المنطق ولا من العقلان أن تنتزع شخص من بيته وتهجر ما إن تندلع اجتباكات بين طرفين حتى تبدأ لجان المصالحة في السعي بينهما وتنتهي الاجتماعات بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وهو تكرار للمشهد فالاتفاق الموقع هذه المرة هو ذاته تقريبا الموقع قبل أربعة أشهر بين ذات الطرفين ليبقى السؤال مطروحا عن الضمانات الممكنة لعدم تجدد هذه الاجتباكات مرة أخرى وهل يصمد اتفاق المصالحة هذه المرة في تثبيت وقف إطلاق النار وما هي فرص نجاح الترتبات الأمنية في العاصمة في ظل وجود مجموعات مسلحة خارج سلطة وزارة الداخلية بحسب الوزير